سنوات عجاف مرت على العراق وهو يقارع الإرهاب الذي احتل أجزاء واسعة من أرضه وبعد تحقيق الانتصار أصبحت الآمال معلقة على المجتمع الدولي ليساعد العراق في إعادة إعمار ما دمرته الحرب واليوم جاء مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي يمثل للعراقيين بارقة أمل في إعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار المنشود نحن نتأمل كل خير بإذن الله ومن الدول المحبة للسلام إن كانت عربية أو إن كانت أوروبية فهي خطوة بالاتجاه الصحيح وأملنا خير بأشقائنا وانعقدت بالكويت وهذا فتشي بشرة بخير إن شاء الله عندنا ثلاث محافظات شبه مدمرة أو مدمرة بالكامل فبالتالي أغلب هذه الطاقات الشبابية في داخل تلك المناطق اللي ربما هي عاطلة عن العمل في الوقت الحاضر فبالتالي وإن كانت مشاريع سواء كانت في البناء التحتية أو كانت في إعمار ما دمرته العصابة العرابية أكيد سيصبح في مصلحة الشاب العراقي وأيضا في مصلحة الأياد العاملة مراقبون للشأن الاقتصادي وجدوا في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق فرصة لتنشيط الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للدخول إلى البلاد وما يترتب على ذلك من مكتسبات تساعد على إنعاش الاقتصاد العراقي والتقليل من نسب البطالة على الجانب العراقي أن يعرف كيف يسوق العملية يجب أن يكون هناك ملفات استثمار واسعة وكبيرة مبرمجة بأرقام وإحصائيات نحن لا نريد أن نذهب بخطاب إنشاء أجوف نحن نتكلم بلغة الأرقام مع أصابنا بأرقام ومبالغ هذه مسألة مهمة تعتمد على الوفد الاقتصادي والمهني الذي سيرأس العملية وحسب المسؤولين في الحكومة والبرلمان العراقيين فإن الفترة المقبلة ستشهد تشريع قوانين واتخاذ قرارات مهمة لتسهيل عمل الشركات المستثمرة العربية والعالمية